السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي الطلاب في الجمهورية اليمنية الصفة الأول الثانوية أو الصفة العاشر وصلني السؤال من الطالبة أبرار محمد تريد حل تمرير رقم واحد صفحة 64 فوقت عبارة عن تبسيط القذور يتكلم الموضوع هذا والدرس حول القذور طبعا لا تنسى مشاركة الفيديو هذا لزملائك ووضع اللايك ودعم القناة بمعنى آخر أقل شيء تقديرا لجهودنا وتأتعابنا السؤال الرقم واحد يقول بسط كل مما يأتي أو مما يلي حيث المتغيرات جميعها عدد حقيقية موجبة بسط يعني اختصر يعني أوجد الناتج يعني حل التمرير طبعا رقم أليف عبارة عن القذر التكعيبي ركز الجذر التكعيبي هذا القذر التكعيبي أو قوته ثلاثة القذر التكعيبي لثمانية على سبعة وعشرين درسنا بصف ثامن وتاسع بأنه قذر التكعيبي للثمانية اثنين والقذر التكعيبي للسبعة والعشرين ثلاثة لماذا؟ يعني ما هو العدد اللي طرف في نفسه ثلاث مرات تعطالي ثمانية يعني اثنين أس ثلاثة وثلاثة أس ثلاثة اثنين أس ثلاثة يعني اثنين في اثنين في اثنين يعني ثمانية اثنين في اثنين باربعاء في اثنين بثمانية ثلاثة في ثلاثة بتسعة وفي ثلاثة بسبعة وعشرين يعني ثلاثة أس ثلاثة طيب تمام لاحظ هنا لكن الشيء القديد إنه القذر هذا قوة القذر هذا القذر الثالث أو القذر التكريبي القاعدة الجديدة بأنه أي أس تحت القذر نقسمه على قيمة القذر هذا قذر ثلاثة القذر التكريبي يعني وهذا أس ثلاثة إذن ثلاثة على ثلاثة من واحد يبقى ثلاثة ونبعد القذر يعني نتخلص من القذر مع الأس بنفس الوقت في علاقة قلت لكم علاقة عكسية بين الأسس والقذر إذن إثنين أس ثلاثة وثلاثة أس ثلاثة قذرها التكريبي كمس أو ثلاثة لماذا؟ قسمنا ثلاثة على ثلاثة بنحصله بالقادم هنا رقم بأ إذن قذر التكريبي لثمانية ثنين قذر التكريبي لسبعة وعشرين ثلاثة بطريقة ثنية بعدها وفصلنا بالتفصيل بأ طبعا هذا التمرين هو القذر التربيع القذر التربيع ما يكتب ثنين معروفة وقدت أنا في كتاب آخر في الكتاب الآخر ألف تربيع وفي كتاب اللي هو موجود عندي ألف تربيع وقدت في كتاب آخر ألف أس ستة ألف أس ستة طبعة أخرى طبعة قديمة أو جديدة ما أدري والله ألم ألف أس ستة على تسعة وهنا ألف تربيع على تسعة طبعا هذا اللي قلت لكم القذر التربيعي ما يكتب ثنين لكن اللي هو القذر التكريبي كتب ثلاثة وأيضا بنحصل اللي هو خمسة القذر الخامس القذر خمسة هنا لكن هنا القدر التربيعي لا يمكنهم انه موجود informações فمعناته هنا موقعه 2 نقوم نقسم الثقن besar على قوت الحفن إذن ، ثم على월ف الحفر والتيشعة الغدر آسين ثم على hash2 غدر التربيعي للتشعة 1 3 ثم unwilling للпрب لأف Nicholas لأفة للتربيع القذر التربيعي لألف تربيع ألف إذا كانت الطبعة الجديدة هذه أو القذر التربيعي لألف أس 6 على 9 هذه نقلتها أيضا نقوم نقسم الأسس تبعاً لتحت القذر على قوة القذر قوة القذر هنا 2 إذن 6 قسمت 2 من 3 يطلع ألف أس 3 وتسعة قذرها التربيعي كام 3 أو التسعة التي هي 3 أس 2 2 على 2 من 1 إذن 3 القذر الجيم القذر التربيعي شوف التربيعي ركز 25 قذرها التربيعي كام 5 سين تكعيب صاد أس 9 طبعاً ما القذر التكعيب القذر التربيعي لصاد أس 3 ما له قذر ضروري يكون الأسات هنا أو الأسس أو القوة هذه اللي ما تحت القذر تقبل القسم على 2 نفصلها يعني الخمسة deep 25 أص لها 5 س8 قال لي 5 في 25 5 سوات 2 إذن نعمل لها أسس تصبح 25 عبارة عن 5 سوات 2 والسين تركريب هذه أص لها سين تربيع في سين سين تربيع في سين بسين تركريب والصاد أس 9 أو أصلها صاد أس 8 في صاد أس 1 صاد أس 8 في صاد أس 1 ليش أنا فصلتها خليتها صد أس ثمانية في صد علشان الأسس هذا أقسمه على القذر التربيعي من مضاعفات الاثنين يقبل قسمة على اثنين أيضا سين تكعيب خليتها سين تربيع في سين علشان الأسس يقبل قسمة على اثنين إذن الآن أبدأ أقسم الأسات على قوة القذر الخمسة اثنين على اثنين من واحد إذن خمسة أس واحد سين تربيع معناته اثنين على اثنين من سين تمام بقي معنا السين ركز هذه باقي ما لش قذر وصاد أس ثمانية لما تقسمها على الاثنين صاد أس ثمانية لما تقسمها على القذر التربيعي على الاثنين ثمانية على الاثنين من كم من أربعة إذن صاد أس أربعة بقي معي صاد هذه والسين ما لها قذور ما لها قذر التربيعي معروف أرجي أنزلها زي ما هي قذر سين صاد إذن قدر الخمسة والعشرين خمسة سين تكعيب قدرها سين ويبقى سين واحدة تحت القدر وصاد أس تسعة قسمتها صاد أس ثمانية في صاد أس واحد ثمانية زايد واحد بتسعة بالضرب لأن ضرب الأسس قمعها صاد أس ثمانية قدرها التربيعين صاد أس أربعة وبقي معي سين صاد نزلتها كما هي لأنه ليس لها قدر التربيعين رقم دال دال عبارة عن خمسين خمسين ما لها قدر تربيعي مباشر بس نحللها يعني نقول خمسة في عشرة بخمسين هل العشرة لها قدر الخمسة لها قدر لا لكن لو قلنا خمسة والعشرين في اثنين خمسة والعشرين في اثنين الخمسة والعشرين قدر هاكم خمسة والاثنين تبقى تحت القدر ما لها قدر طيب الستة التربيعي على فكرة ركز على هنا اثنين معناته مش مكتوبة ألف أو ستة ستة قسمة اثنين من ثلاثة ألف تكعيب الباء يبقى تحت القذر إذن معنا الاثنين والباء يبقوا تحت القذر جيم أس تسعة فصلتها جيم أس ثمانية في جيم أس واحد لما نضرب الحدود الأسس يجمع ثمانية زائد واحد سلي تسعة إذن جيم أس ثمانية في جيم أس واحد يعني جيم أس تسعة ليش خليتها جيم أس ثمانية لأنها من مضاعفات العدد اثنين يعني تقبل قسمة على اثنين إذن جيم أسر ثمانية وهنا إثنين نقسم الأسس أو القوى على قوة القذر اللي هو قوته إثنين ثمانية قسمة إثنين من جيم أسر بحة بقي معي الإثنين ليس لها قذر والباء ليس لها قذر والجيم أيضا ننزلها مضروبة في ناتج الجذر التربيعي لخمسين ألف أس ستة باء جيم أس تسعة يساوي خمسة ألف تكريب جيم أس أربعة في قذر التربيعي لثنين باء جيم رقم ها وهنا أيضا نفصل شوف هذا القذر الخامس إذن القذر الخامس اسمه قذر الخامس هنا مكتوب خمسة إذن أخلي ما تحت القذر الأسس حقها من مضعفة العدد خمسة أو يقبل القسمة على خمسة إذا الثنين وثلاثين أصلها في الأساس إثنين أس خمسة لو ضربت الثنين خمسة مرات يعطيك ثنين وثلاثين يعني ثنين أس خمسة ألف أس عشرة ينزل كما هم مضعفات العدد خمسة يقبل القسمة على خمسة بأس أربعة يبقى تحت الجذر لأنه لا يوجد جذر من الدرجة الخامسة جيم أس ثن عشر يعني جيم أس عشرة في جيم أس ثنين لما تجد يجمعهم جيم في جيم يجمع الأسس جيم عشرة زائد ثنين وثلاثين عشر إذن فصلت فقط قسمت الأسس قسمت القوة الآن الخطوة القادمة يقسم القوة أو الأسس تبعا ما تحت الجذر على قوة الجذر خمسة على خمسة من واحد إذن إثنين عشرة اللي هو ألف نزل ألف عشرة على الخمسة ألف أس ثنين با هذه بقي زي ماهن ما لها جذر عشرة جيم أس عشرة عشر على الخمسة من إثنين إذن جيم تربية إذن بقي معي هنا إيش بقي معي الباق أس أربعة والجيم تربية ينزل كأنه جذر الخامس باق أس أربعة جيم تربية نزل كما هم هنا جاب لي مقدار قبري يشتيل القدر التربعي يذكر القدر التربعي هذا المقدار القبري عبارة عن مربع كامل تحليله لأن الحد الأوسط يساوي حاصل ضرب قدر الأول في قدر الثالث في اثنين هذه قدرها ثلاثة وهذه قدرها سين ثلاثة في سين بثلاثة سين في اثنين بستة سين إذن هذا مربع كامل علشان أحلله تحليله المقدار هذا اللي تحت القدر يعني سين زائد ثلاثة القدر الأول إشارة الأوسط القدر الثالث ثلاثة الكل تربيع يعني سين زائد ثلاثة مغروف في نفسه يعني سين زائد ثلاثة الكل تربيع الكل تربيع يركزي ثنين وهنا ثنين لما تقسم الثنين على الثنين إذن القدر التربيعي لسين زائد ثلاثة الكل تربيع يشوي سين زائد ثلاثة ما تحت القدر الثنين قسمة الثنين من واحد إذن هذه أس واحد الآن سين زي الثلاثة أس واحد زي القذر الخامس لاثنين وثلاثين ألف تكريب أس ثلاثة على باء أس عشرين إذن قيم فصلة هذين وفهذين باقي ثلاثين قلت لكم عبارة عن اثنين أس خمسة أقوم أقسم الأساء الأسس على قوة القذر خمسة قسمة خمسة من واحد إذن يبقى ثنين إذن النتيجة ثنين هذا بالبسط المقام معك باء أس عشرين باء أس عشرين إقسم الأسس على قوة القذر عشرين على الخمسة من أربعة إذن اثنين على باء أس أربعة إيش عبقي معي من هنا بقي معي ألف تكريب أو أدوة إذن اثنين هذه الاثنين الخارجات لأنه خمسة على خمسة من واحد وباء أس عشرين عشرين على الخمسة من أربعة باء أس أربعة مقام والجذر الخامس لألف تكريب لأنه ما لها جذر إذن هذه النتيجة ألف تكعيد ما لها قذر وين وصلنا باقي حا حا يقول شوف القذر السابع لألف أس 21 هذا 21 على با أس 7 أس 14 نفس الحكاية نقسم نقسم الأسس على قوة القذر إذن معناها ألف وتخلصنا من القذر 21 على 7 والبسط المقام با 7 على 7 جيم 14 على 7 وقيم النتيجة 21 على 7 من ألف تكريب با 7 على 7 يعني با أس 1 جيم 14 على 7 من أثنين إذن نطلع ألف تكريب على با جيم تربي هذه النتيجة هذا رقم حا أتمنى لكم أن توفق النجاح لا تنسوا وضع اللايك مشاركة الفيديو لزماليكم لتعمل فائدة من جهة ودعمنا وتنشيطنا وتحفيزنا على العمل والعطاء وإي سؤال والسيسر في التعليقات يهمنا أمر الطلاب أتمنى لكم أن تتصروا مجاح وإلى اللقاء في أدواء آخر بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر